اشتركوا في القناة على مستقبلهم باعتبارهم النواة الأولى في بناء المجتمع وعماد الأجيال القادمة حققت مملكة البحرين تقدما بارزا على صعيد حماية وصون حقوق الطفل بفضل دعم الكامل الذي تلقاه كافة الجهات المعنية بشؤون الطفولة من قبل جلالة الملك المعظم والمساندة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودعمهما الكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإيمانهما المطلق بصون حقوق الطفل وحمايته وتنشئاته التنشئة المنشودة مملكة البحرين خطت خطوات رائدة في مجال حماية ورعاية الطفل عبر عدد من المبادرات والإجراءات أبرزها إنشاء مركز حماية الطفل وخط نجدة ومساندة الطفل لتلقي البلاغات بتعرض أي طفل للإساءة أو الإذاء الجسدي والنفسي والإهمال والاعتداءات الجنسية للتعامل مع هذه البلاغات وفق ما تتطلبه وتوفير خدمة الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة وذلك فضلا عن تشكيل محكمة الأحداث التي تم فيها مراعاة خصوصية الطفل في موقع مستقل عن بقية المحاكم بحدف بث الإطمئنان في نفس الطفل الحدث وتحقيقا لأهداف حماية ورعاية الطفولة وصون حقوقها فإن مملكة البحرين تولي اهتماما بالغا بالأسرة على اعتبار أنها اللبنة الأساسية الأولى في التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل حيث يتم تزويد المقبلين على الزواج بالمفاهيم الأساسية للحياة الزوجية وتقديم الخدمات التوافقية والإرشاد الأسري اليومي وتسوية الخلافات الأسرية وتفاديها قبل اللجوء للمحاكم وذلك فضلا عن الاهتمام البالغ بفئة الأطفال مجهولي الأبوين وأبناء الأسر المتصدعة الذين يتم توفير كافة أوجه الرعاية المتكاملة لهم إنما حققته مملكة البحرين في مجال حماية حقوق الطفل من إنجازات وتدابير تشرعية وتنفيذية وعلى صعيد إطلاق المبادرات المختلفة جاءت ثمراته الإيجابية والواضحة عبر الإشادات الدولية تتويجا لمساعي مملكة البحرين الحثيثة والتزامها الراسخ بحماية الطفل والمعاهدات الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر